يومك مبارك عزيز المشاهد وأهلا وسهلا بك في حلقة نتناول فيها بعضا مشاظرات مشرقة للطف رغم المأساة العظيمة اليوم سنتحدث عن الفرق الأخلاقي في الحرب ما بين بني أمية وبني هاشم طبعا الأخلاق لا تأتي إلا من تربية معينة في بيت معين والإنسان يحمل وعيه في مرحلة الطفولة التي تسمى مرحلة السبكونشس أي مرحلة اللاوعي مرحلة الطفولة فالإنسان يلتقط كل الأشياء في تلك المرحلة وتبقى في اللاوعي وتخرج بطريقة اللاوعية في الكبر ويتلاحظ يحب اتجاه المعين يكره أشياء معين يحب لون معين كل اللي ينشاف أمه أبو جدة غيرها يتصرفون يلبسون لون معين حتى الشكل حتى أشياء وبالتالي تلاحظون أن هناك ناس كبار يقولوا أحب فلان لون أحب فلان شكل أحب فلان موقف أحب فلان قضية أحب فلان قيم أحب هذا الشخص الذي عنده قيم كذب هذه كلها جاءت من الصبق نشوصل لاوعي الطفولة فهناك تربية كانت لأهل البيت كانت على يد الرسول وعلى يد الإمام علي والزهراء وكانت هناك تربية على يد أبي سفيانة ومعاوية وحنط وشتان ولذلك الرسول يقول الطفل كالأرض الخالية يعني تلتقف ما يرمى إليها وذلك الرسول كان يقول دائما لأحد الصحابة يقول له أحسن تسميته الإسم وحسن تربيته وحسن وضعه يعني أن تحطه في مكانة معين الإسم تربية والمكانة يعني تحطه في هيئة مهان سيكون مهانا تحطه في مكان فيه قيم سيكون ذا قيم وذلك الإمام الرسول كان يعامل أبناءه الحسن والحسين سبطيه معاملة خاصة أثناء الطفولة فكان يلاعبه كان يلعب معه كان يضع الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما حتى أن مرة جاء أبو بكر وشاهدهما قال يا فارسان نعم الفرس فرسكما فقال يا أبا بكر ونعم الفارسانهما الرسول كان يخطب في اليوم بالمسجد جاء الحسن يعني يحبو وصعد على المنبر وجلس في حضن الرسول ورسول يعني يلقي الخطبة فمسك بلا حية الرسول الرسول لم ينزد يده خلاه ماسكه ورغم أن الرسول يخطب وبدأ يتأذى لكن مع ذلك لم يشأ أن ينهر الطفل يعامل الطفل بحب حتى يملؤه حلانا وطيبة ودعة حتى يقتل كل العقد والنواقص والعقد المكبوطة والنواقص والرغبات المكبوطة الرسول مرة كان يسجد ويصلي في بيت الزهراء وجاء الحسين وصعد على ركبته وهو يسجد فلم يشأ أن يرفع رأسه من السجود حتى نزل هو الإمام الحسين من ذاته هكذا كان يتعامل مع الحسين والحسن وبالتالي تربوا على قيم الرسول على محبة الرسول وحسن حتى يقولنا الآن ما عن جانب ديني عن جانب اجتماعي هذه أيضا مهمة في تربية الأبناء بالإضافة إلى أن الرسول كيف كان يعامل أبناءه وأحفاده وما هي القيم وما هي الصرفات وما هو القرآن الذي كان يتلى والزهراء والزهراء كيف كانت تعامل أبناءها وأبو الحسن كيف كان يعامل ويربي أبناءه هؤلاء الناس الحسن والحسين خرجوا من هذه البيئة الطاهرة الإلهية أما معاوية ويزيد يزيد أمه نصرانية وطلقت معاوية وعادت وهي نصرانية عادت إلى أهلها في تدمر ويزيد معها وتربى هنالك بين مجتمع يعني أنا نقول الآن النصارى على رأس نوعين ولكن نقول في دين آخر يعني وبين شباب يشربون الخامر وكذا 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 وهي عايشة بأهلها يعني بعيدة عن الجو وأبوه ربته هند وما أدراك ما هند وبالتالي أي قيمة تخرج وذلك هذه أنا لست أظهر متى ظهرت هذه القيمة يعني ردة فعل القيم أو الأخلاق وين تطلع تطلع بالحر وذلك مثلا الشمر نادى قال أين أبناء أختي طبعا العباس أمه تعد من أقارب الشمر فيقول أبناء أختي فقال لهم يا أبناء أختي أخذت لكم الإذن فاخرجوا لكي لا تقتلوا فلم يردوا عليه ورد مرتين ثلاثة فالإمام الحسين قال له يا عباس رد على خالك قال إنه عدو قال مهما يكن فليست من أخلاقنا ألا أن نعد من ينادينا شوف في حرب شايد السيف ويرمو ومع ذلك كان الإمام الحسين خلق ظاهر هذا الخلق يختلف عن خلق بني أميان حتى في معركة الصفين معاوية سيطر على آبار ومنع المي عن جيش الإمام علي فقاله عمرو بن عاص ولكن علي بجيشه سيأتي ويستحفظ على الآبار قال فليكن سيقتل منه بعضا كثير وإذا سيطر عليها قال سيمنع الماء عنه قال لا علي لا يمنع الماء عندما يحتلها ويفقد رجاله سيقول لنا تعالوا واشربوا الماء نعم عندما سيطر الإمام علي على آبار قالوا تعالوا شربوا لا عداء صور بين معاوية منعها هذا خلق الإمام علي جاءه البعض قال له لدينا خطة أن نغدر قال لا أنا لا أغدر ولا أعطي مالا من بيت الماء بين معاوية كان يغدر ويقتل ويرشي ويفعل كل الأفاعين الإمام الحسن عليه السلام عندما أراد أن ينهي الحرب بعد استشهاد الإمام علي شاف أنه الدنيا بعد خربانه معاوية أفسد الدنيا معاوية أعطى كل الأموال ليشري الذمم وذلك الإمام الحسن شاهد أنه جيش سيقتل يوما من أصحاب ومشيعة علي وبالتالي قال أن الحرب لو استمرت سيقتلون الناس يعني يعني الإمام الحسن لم يكن مهادما أول قرار اتخذ الإمام الحسن عندما انتخبوه خليفة هو أن يضاعف رواتب الجند أكو واحد يضاعف رواتب الجند ما يريد يقاتل لكن بعدين شاف الجيش يعني معاوية يخرب الدنيا اشتراها بفلوس دز وسو طابر خامس وغيرا وذلك بعث المعاوية قال تعال تعال لننهي الحرب ننهي الحرب وهذه الشروط فالمحيطين المعاوية قال له لا تذهب إلى الكوفة فأن جيش الحسن موجود وسيقتلونك فابتسل المعاوية وهل عرفتم عليا وأبناءه يغدرون أنا سأذهب إلى الكوفة ولن يغدر بي أحد وأنا واثق بأن الحسن لن يغدر بي ولذلك تلاحظون هو يعرف يعرف من يعرف من يقاتل ولكن مع ذلك يقاتلهم بكل شراسة وبكل دناء ظهرت هذه الأخلاق أثناء الحرب عليون لم يغدر لم يرشي لم يفعل لم 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 وهو يفعل كل أفاعي يزيد أراد أن يقتل إمام الحسين في مكة أثناء الحج الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يولى يزيد أهل البصرة خاطبوه قالوا تعالى لنثور على يزيد قبل معركة الطف قالهم لا لم يأن الأوان هناك عهد بين أخي الحسن وبين معاوية العهد هو من خمس شروط أولا لا يغدر بأتفاع الإمام علي وأن يضم جيشه إلى جيش الدولة وأن يعطيه راتبهم ولا يولي لا يولي يعني لا يجعل الحكم وراثيا فمعاوية قتل أصحاب الإمام علي وفعل كل شيء لم يبقى لشرط واحد هو أنه الإمام الحسين كان منتظر أنهم لم يخلي خليفة بعد فالإمام الحسين كان متمسكا بعهد الإمام الحسين ولم يثور على معاوية لأن هناك هناك شرط واحد بقي وهو أنه معاوية لم يولي لكن عندما ولا يزيد وجعل الحكم وراثيا قال لا الآن انتهت الحجة فانظروا إلى البيت بينما معاوية يعطي وعودا ويغضر ويقتل وكل اللي وقعوها الإمام حسن نكث قتل الإمام حسن قتل كل أصحاب الإمام علي حجر بن عدي وغيره 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 كل هذا الشيء فعلها معاوية من أجل السلطة فأخلاق الطرفين وتربية الطرفين ونتاجات البيتين الأموي والهاشمي أين ظهرت ظهرت في الحرب أثناء الحرب ولكن هل هذا الخبث وهذه النذالة وهذه الأفاعيل السيئة التي فعلها بن أمية وكل ذلك تلك التضحيات وكل تلك الأشياء التي رحى بها آل البيت انتصروا في المعارك ولكن من الذي خلد من الذي بقى طبعا هذا هو ديد آل البيت ليس فقط في زمن الحسين عندما ثار محمد النفسي الزكية وأخيه إبراهيم أبناء عبد الله المحض أبناء الحسن المثنى أبناء الحسن عليه السلام يعني أعفاد الحسن قاموا بثورة سما ثورة محمد النفسي الزكية محمد يثور في مكة والعفن المدينة وإبراهيم في البصرة ونجحت الثورة في البصرة وإبراهيم قادة جيوش من البصرة قادما إلى الكوفة كانت العاصمة الكوفة بزمن المنصور يعني لم يكن قد بنى بغداد بعد وأراد أن يقتحم الكوفة وجاء ليلا فقاله الخلاص الآن نحن حاصرنا الكوفة وراح نقتحمها بالليل وينتهي الدولة العباسية قالهم لا أنا لا أغير بليل ولا أقض مضاجع الأطفال والنساء خطية أطفال ونساء بالكوفة هسا من ننتيث عليهم ونهجم عليهم رح يخطية يعني يتأثرون سيرعبون فما رد يرعب الأطفال رعب الأطفال والنساء تصبروا إنسان ثائر ضد العباسيين القتل يخاف ليوقظ النساء والأطفال قال لا في الصباح سآتيهم من باب الكوفة وأقاتلهم قالوا لك ولكنهم سيأتون بجيش في الصباح وينقضوا عليه قال فليكن ما يكن ولكنني لن أفعل فعلة لن أرضى على بالصباح إجا الصبح وانقضوا عليه واستشفد إبراهيم ابن عبدالله المحب ابن حسن المثنى وابن الحسن عليه السلام بأخلاقي هذه هي أخلاق البيت وهذه أخلاق الأموية فأخلاقهم ظهرت في حروبهم وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء معركة تحياتي شكرا جزيلا